السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع القطع النقضية والتصرف فيها إذن دعونا نبدأ احزب ذهنياً مجموع قيام قطع نقضية أصغر من مئة خمسة زائد عشرة زائد عشرين زائد عشرين يساوي خمسة وخمسون من ليمن استحضر احسب المبالغ المالية التالية خمسة واربعون من ليمن خمسة وستون من ليمن خمسة وسبعون من ليمن تدرب أولاً مثل المبالغ المالية التالية حسب المطلوب سبعون من ليمن نمثلها بقطعتين إحداها ذات خمسون من ليمن والأخرى ذات عشرون من ليمن خمسة وستون من ليمن نمثلها بثلاث قطع قطعة ذات خمسون من ليمن وأخرى ذات عشرة من ليمات وثالثة ذات خمس من ليمات خمسة وتسعون من ليمن نمثلها بأربع قطع نقضية قطعة ذات 50 مليماً وقطعتان ذات 20 مليماً وأخرى ذات 5 مليمات ثانياً أكمل تمثيل المبالغ التالية 85 مليماً لدينا قطعتان نقضية مجموعهما 30 مليماً ينقصنا مبلغ قيمته 55 مليماً للحصول على المبلغ المطلوب إذن سنضيف إليها قطعتين نقضيتين من فئة 50 مليماً و5 مليماً 60 مليماً لدينا قطعتان نقضيتان مجموعهما 15 مليماً ينقصنا مبلغ قيمته 45 مليماً للحصول على المبلغ المطلوب إذن سنضيف إليها 5 قطع نقضية 4 منها ذات 10 مليمات و1 ذو 5 مليمات 45 مليماً لدينا قطعة نقضية ذات 5 مليمات ينقصنا مبلغ قيمته 40 مليماً للحصول على المبلغ المطلوب إذن سنضيف إليها قطعتين نقضيتين ذات 20 مليماً ثالثاً أي الولدين يملك أكتر؟ يملك عزيز 75 مليماً تملك عزيزة 65 مليماً يملك عزيز أكتر نقوداً من عزيزة وظف أولاً احسب المبلغ الذي يملكه كل طفل لمعرفة المبلغ الذي يملكه كل طفل نقوم بجمع المبالغ كلاً على حدة نبدأ بإلياس 20 زائد 5 زائد 50 زائد 10 تساوي 85 أسامة 5 زائد 5 زائد 10 زائد 20 زائد 20 يساوي 60 يوسف 5 زائد 20 زائد 50 يساوي 75 ارسم القطع النقضية التي تنقص كل طفل لشراء مرتبة ثمنها 95 مليماً إلياس ينقصه 10 مليماً أسامة ينقصه 35 مليماً يوسف ينقصه 20 مليماً ثانياً سحب كل من أحمد ولبنى من حصالتيهما القطع التالية ارسم القطع النقضية التي سحبها كل طفل إبحث عن قيمة كل مبلغ مستعيناً بالجدول التالي ما سحبه أحمد؟ قطعة ذات خمسة مليماً قطعتان ذات عشر مليماً قطعة ذات عشرون مليماً ما سحبته لبنى؟ قطعتان ذات خمسة مليماً قطعة ذات عشر مليماً قطعتان ذات عشرون مليماً وقطعة ذات خمسون مليماً قيمتها مائة وعشر مليماً قيم لرامي خمسة وخمسين مليماً زادته أخته سارة خمسة وعشرين مليماً كم أصبح عنده؟ خمسة وخمسون مليماً زادت خمسة وعشرون مليماً تساوي ثمانون مليماً أراد رامي شراء قطعة بسكاويد بتسعون مليماً أولاً كم ينقصه؟ لمعرفة المبلغ الناقص نقوم بعملية طرح تسعون ناقص ثمانون يساوي عشر مليماً ثانياً مثل المبلغ الناقص يمكن تمثيله بقطعة نقضية واحدة أو قطعتين هكذا نمي مهاراتك تأمل السلاسل العددية ثم مملأ الفراغات بالعدد المناسب السر في حل هذه السلسلة العددية هو الانتقال من خانة إلى أخرى أن نضيف في كل مرة العدد الموالي للعدد السابق مثلاً من العدد أربعة وعشرون إلى خمسة وعشرون أضفنا واحد من خمسة وعشرون إلى سبعة وعشرون أضفنا اثنان من سبعة وعشرون إلى ثلاثون أضفنا ثلاثة لنتحصل على سلسلة من الأعداد كالآتي ترجمة نانسي قنقر